يلا نبني وأهم حاجة لازم نبنيها هو الإنسان وخلينا حلقات يوم الاتنين بنتكلم فيها على البناء وخاصة بناء الإنسان وتكلمنا في الحلقات الماضية في هذا الخط اللي احنا مصرين اللي احنا نكمل فيه لأنه خط في غاية الأهمية وكل اللي بيوصل لنا من الأسئلة وكل اللي بنعيشه بيقول لنا لو سمحتم مسألة الأخلاق ومسألة التربية أصبحت مسألة ملحة ولا تهونة فيها وعشان كده احنا مكملين في هذا الخط وتكلمنا في المرات السابقة عن الأخلاق وقلنا أن الأخلاق مكونة من ثلاثة عناصر المركز بتاع الأخلاق هو القيم وبعد كده فيه سلوك واللي بيوصل من القيم للسلوك هو النية أو الإرادة أو الهمة أو كل الأشياء اللي تدل على إن الواحد شغوف إن هو يعمل السلوك ده فباقت الأخلاق بتتكون من قيم وسلوك ونية دي مثلث الأخلاق وعشان كده بتدينا نتكلم عن القيم وبتدينا نقول إن احنا عندنا تلات قيم مركزية في العقل المسلم واخدنا من حديث سيدنا جبريل حديث أم السنة اللي هو تكلم فيه عن الإيمان وتكلم فيه عن الإسلام وتكلم فيه عن الإحسان فالإيمان أخرج لنا قيمة اسمها قيمة الرحمة لإن الله سبحانه وتعالى لما جعل الإيمان وأخدنا منه العبادة اللي هي مقصد العبادة فعرفنا إن العبادة والإيمان ما جوش غير عشان رحمة بينا لا جمع عشان مشقة ولا جمع عشان عنت لا جمع عشان الدلالة ولما حدي بيدل حد بيبقى قاصد إنه يرحه من التعب وبدل ما يضيع ويهلك وتنتهي حياته ومش عارف هو عايز إيه كان الإيمان وصلنا إلى مقصد العبادة ومن مقصد العبادة طلعت قيمة الرحمة فالإيمان عبادة ورحمة قيمة الرحمة وبعد كده جل الإسلام فأخرج لنا مقصد ماذا مقصد العمران والعمران التعمير يعني خير فأخرجت قيمة الخير وبعدين الإحسان فأخرج لنا الجمال والجمال هي دي القيمة اللي احنا بنتكلم عليها فبقا إيه عندنا؟ تلاث قيم الرحمة والخير والجمال وإحنا بندرس بقى الثلاث قيم دول وإحنا مش محتاجين أدلة على القيم دي عشان نأكد أنها قيم مركزية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس إن الله جميل يحب الجمال ثلاث قيم أساسية ماشية في كل سلوكنا وفي كل أخلاقنا